تركيا تضع اللمسات الأخيرة على عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا وسط تأهب دولي لنتائج هذه المعركة على التوازنات الغربية في سوريا واشنطن تدعو تركيا إلى مراجعة خطواتها ونزع فتيل التصعيد فورا خوفا من تأثير هذه العملية كما تقول على جهود محاربة تنظيم داعش ويأتي ذلك فيما تعرضت مواقع قوات التحالف الدولي في شمال شرق سوريا إلى استهدافات صاروخية جديدة فهل سيؤدي الضغط الأمريكي على تركيا إلى العودة عن خططها العسكرية في سوريا؟ ضيفانا في هذا الحوار الليلة من أسطنبول البحث في العلاقات الدولية هشام جوناي ومن واشنطن أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن ريتشارد شاسدي أهلا وسهلا بكما معنا الليلة إلى هذا الحوار سيد هشام تركيا ماضية بهذه العملية من دون إذن أي طرف هذا الموضوع ذكر به الرئيس أردوغان مرة عدة هل يعني ذلك أن كل الضغوطات الخارجية التي نتابعها الآن وعلى رأسها الضغوطات الأمريكية لن تجعل تركيا تراجع موقفها من هذه العملية العسكرية في الشمال السوري؟ مساء الخير لا يوجد هناك الحصول على إذن ولكن هناك تنسيق هنا فرق بسيط ولكن يجب أن نقف عند هذه النقطة تركيا بالطبيعة الحال إذا ستقوم بهذه العملية يجب أن تنسق مع القوى الموجودة هناك ومنها طبعا روسيا والنظام السوري الذي أبدأ الرئيس التركي أكثر من مرة أنه ممكن أن يلتقي بالرئيس السوري عندما تحين الساعة وهذه إشارة قوية إلى أن هناك إرادة تركية بالاعتراف بنظام الأسد كممثل شرعي لسوريا وبسط سيطرة الأسد على كافة الأراضي السورية بدلا من أن يكون هناك كيان كردي يهدد أمن واستقرار تركيا تركيا لا ترغب بأن يكون هناك حكم ذاتي لأكراد سوريا في شرق الفرات والنظام السوري أيضا حقيقة يعني يرغب بسط سيطرته على كافة الأرجاء السورية وهذا أيضا هذه إرادة روسيا إذن هنا المصالح تلتقي بين تركيا وروسيا والحكومة السورية إلا أن الولايات المتحدة الداعمة الأكبر للأكراد هي التي تعترض على العمل العسكري البري في هذه المنطقة ولكن هنا يجب أن نقف عند النقطة وهي أن هذه التنظيمات تقوم بأعمال إرهابية داخل تركيا وهذا يعطي تركيا السبب بأن تدافع عن وجودها وتدافع أيضا عن أمنها القومي وتقوم بعمل عسكري بناء على القانون الدولي هلأ لمحت إلى تنصيق أستاذ هشام ما بين الجانب التركي الجانب الروسي الحكومة السورية كل ذلك أريد أن أسمع كثير من التوضيحات حوله في سياق هذا الحوار الليلة سيد ريتشارد تشاسدي استمعت إلى سيد هشام موقف واضح للجانب الأمريكي تمثل بطبيعة الحال من خلال نيكولاس جرانجر وهو ممثل الولايات المتحدة اللي جاء في هذه الزيارة إلى شمال شرق سوريا وقال أن واشنطن سنتابع الموقف تعارض بشدة التحرك العسكري الذي يزيد من زعزعة الاستقرار بحسب ما قال في المنطقة ويقول أن الجانب الأمريكي يريد نزع فتيل التصعيد فورا سيد تشاسدي هل يتخطى الموقف الأمريكي موقف هذا المسؤول هذا التصريح اللي استمعنا إليه هناك اتهامات كثيرة توجه للجانب الأمريكي بأنه تخلى عن حليف الكرد في هذه المنطقة أعتقد أنه علينا أن ننظر إلى الوضع مع استحضار الحرب في أوكرانيا بايدن لن يتحمس لدعم عملية عسكرية تركية في شمال سوريا وأردوغان يريد أن ينشئ ممرا آمنا بين تركيا وسوريا وكذلك أن يضمن وحدة أراضي العراق وأيضا يريد أن يقوم بعد الإجراءات في سوريا أما بايدن فيريد التركيز على الحرب في أوكرانيا هناك مواقف مختلفة حول الأكراد في سوريا هناك وحدة حماية الشعب الكردي قوات سوريا الديمقراطية ومجموعات كردية أخرى وبما أنه شنت هجمات عديدة على شمال سوريا البعض يقول إن هذا سيمهد لعملية عسكرية برية ومنحظون آخرون يقولون إنه شنت هجمات جوية عديدة من قبل تركيا في تلك المناطق لكن دون أن تنجر تركيا إلى عملية برية وبالتالي قد يكون هذا مجرد استمرار لتهديدات أردوغان التي بدأت منذ مايو لذلك علينا أن ننتظر إذا كان هناك فعلا عملية برية شنها الأتراك وبنسبة لتلك الاقتراحات بلقاء بشار الأسد هذا قد يفيد في إزالة التوتر وعدم حدوث هذه الحرب والروس يريدون رؤية الوضع مع تركيا بشكل مختلف بحيث يكون هناك وفاء لبعض التزاماتها وتعهداتها وكل شيء يحدث في شمال سوريا الآن ينظر إليه بمنظور المصالح في حرب أوكرانيا لأن تركيا لها دور في ما يحدث في أوكرانيا من نزاع على سبيل التجادبات بين من يدعم أمريكا ومن يدعم روسيا وكذلك هناك من يقول إنه في المصالح العسكرية تركيا استفادت من روسيا لشراء S-400 وكذلك من أمريكا في بعض القضايا الأخرى ولهذا الأمريكيون يحاولون التعامل بحذر لجعل أردوغان ينهثني وتوقف عن تخطيط لعملية برية في شمال سوريا وأيضا هو يحتاج إلى شيء بالمقابل على ما يبدو أردوغان وبالتالي التهديد بالعملية البرية فيه مناورة ومحاولة الحصول على مصالح ومكاسب من أمريكا وأيضا من روسيا سيد شاسدي أعذرني على المقاطعة أشرت إلى نقاط كثيرة ومهمة جدا منها مسألة فتح ساحة صراع جديدة في هذه المنطقة سأحاول العودة إليها والشيء المهم الذي أشرت إليه في ختام هذه المداخلة أنه لربما الرئيس أردوغان يحتاج إلى شيء ما من خلال إطلاقه العملية وبهذا المستوى الآن أبدأ أسمع رأيك أستاذ هشام صحيح أن واشنطن دعت إلى وقف هذه العملية سريعا وفورا لكن بالوقت نفسه حذرت أيضا من تداعياتها على الحرب على الإرهاب تحديدا على مسألة محاربة داعش في هذه المنطقة الجانب التركي ألا يخشكل ذلك؟ أم أنه ما يطلب أبعد بكثير من ذلك؟ حقيقة تركيا انتظرت الولايات المتحدة كثيرا الكثير من الاقتراحات من الجانب التركي في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي جنبا إلى جنب بدلا من التحالف مع الأكراد لكن الولايات المتحدة لم تستجيب إلى هذه الدعوات التركية رجحت التعامل مع الأكراد وبدأت تؤسس لهم حكم ذاتي في هذه المنطقة بغض النظر عن أي شيء تركيا تعتبر تنظيم قسد لا يقل خطرا على أمنها القومي عن داعش تنظيمان إرهابيان بالنسبة لتركيا فلذلك مكافحة داعش نعم تركيا طرفا في هذه المسألة وتريد القضاء على هذا التنظيم ولكن في ذات السياق تركيا ترى بأن تأسيس دولة كردية في هذه المنطقة سيؤثر بشكل مباشر على أكراد تركيا الذين أيضا في داخلهم نزع انفصالية طبعا البعض منهم هنا لا أشمل الجميع سيطالبون أيضا ما سيتم تأسيسه في سوريا فلذلك أعتقد بأن التهديدات الأمريكية هذه نعم ممكن أن تؤثر على تركيا سلبا اقتصاديا سياسيا ممكن أن تضييق الخناق على تركيا بنقاط معينة ولكن لا ننسى أن أيضا لتركيا أهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة ولتركيا كروت ضغط على الولايات المتحدة فالموضوع أعتقد بأنه يجب أن لا يصل إلى هذه النقطة ويجب أن تغلب لغة الحوار ولغة المصلحة بدلا من التجاذبات السياسية والمناكفات هذه فأعتقد بأن الضغط الأمريكي على تركيا سيبعدها كليا عن التحالف الأمريكي مع حلف شمال الأطلسي وسيدفعها نحو الصين وروسيا وإيران يعني لا يوجد خيارات أخرى أمام تركيا إلا أن تدافع عن أمنها القومي وتقوم بتحالفات للدفاع عن نفسها وإن لم تكن الولايات المتحدة ستكون حلفاء بدلاء عنها هذا السؤال الكبير هنا يعني هدف الرئيس أردوغان إقامة هذه المنطقة هذا الحزام الأمني من الشرق إلى الغرب كما نعلم بعمق ثلاثين كيلومترا على طول الحدود لكن إن لم تحصل تركيا على هذه الموافقة الأمريكية من يدعم الجانب التركي في هذه العملية من هم الحلفاء هنا يعني لا يمكن أن نقول حلفاء بمعنى الكلمة هناك تنسيق مثل ما قلنا أعتقد بأن الإرادة التركية التي باتت تقترب جدا من أن تنهي موضوع الدعم المعارضة والاعتراف بالنظام السوري كممثل رسمي لسوريا أعتقد بأنها تفضل بقاء الأسد على سدة الحكم وتتعامل معه كند سياسي بدلا من تجزيء الأراضي السورية وتأسيس كيانات أخرى ممكن أن تفضي بنتائج سلبية على تركيا لذلك أعتقد بأن روسيا أيضا تعرف جيدا أن النظام السوري منهك ولا يستطيع بس سيطرته على كافة الأراضي السورية ولا يستطيع أن يجابه قسد فما المانع أن تقوم تركيا بتطهير هذه المناطق وتعيد علاقتها مع نظام الأسد لذلك ممكن أن نقول أنه لا يوجد حلفاء بمعنى الكلمة ولكن هناك ممكن أن يكون تنسيق وغض الطرف عن الوجود التركي والعملات العسكرية هناك من قبل روسيا وإيران والنظام السوري بطبعات الحال جانب الأمريكي كان قد أشار إلى ذلك بمواقف عديدة وفي تقارير أيضا أمريكية كثيرة أشارت إلى هذا التنسيق أو ما سميته تنسيق أستاذ هشام جوناي يبقى تساؤل كبير سيد ريتشارد شاسدي هنا إذا ما نظرنا إلى المشهد من هذا المنظار ماذا تملك واشنطن اليوم لإقناع حليفها في النيتو بالتراجع عن عملية تضر حلفائها في هذه المنطقة؟ أعتقد أن طريقة نظرنا إلى هذا الوضع يجب أن يقوم على أن هناك ترابطا بين المصالح بين كل هذه الدول المعنية وأن هناك مصالح عبر عنها من قبل أردوغان وهو تحدث عن اتفاق لبسط السيطرة على ممر في شمال سوريا وهذا قد يشمل قبولا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وموافقتها على سياسة يدافع عنها أردوغان وذلك عبر جعل النفوذ التركي يمارس في بعض المناطق في المنطقة بما في ذلك شمال سوريا وهذا يعني أنه يجب أن تقدم ضمانات من أمريكا إلى تركيا بأنها لن تدعم منطقة حكم ذات كردية في سوريا ولذلك هناك طرق عديدة يمكن التوافق عليها من أجل منع العملية العسكرية البرية من تركيا بديل آخر قد يكون ممكنا هو عدم إدانة العملية التركية كما يفعلوا الإيرانيون في قمعهم للأكراد وخصوصا في الاحتجاجات الأخيرة لأن هناك نحو أربعمائة شخص قتل من قبل قوات الأمن الإيرانية بسبب احتجاجاتهم والعديدون منهم أكراد وذلك بسبب مقتل فتاة كردية في سبتمبر كل هذه قضايا متشابكة ومتقاطعة وأرى أن أردوغان سيتلاعب بهذه الملفات لمصلحته وبهذه الأوراق وذلك من أجل أن يحاول إقناع الآخرين أن هذا التوغل التركي هو ضرورة لتأمين مصالحه الأمنية القومية هل توافق على ذلك أستاذ هشام جوناي؟ البعض يقول أن تركيا تلعب النار بهذا القرار من خلال فتحها الباب على معركة جديدة على صراع جديد والبعض يقول أنه مسرح جديد للتنافس الدولي يعني كل الحالتان صحيحتان حقيقة تركيا تعرف جيدا عندما اعترفت بالكيان الكردي في شمال العراق سيأتي الدور لسوريا وأعتقد أنها ندمت كثيرا في تلك الوقت عندما باتت تستقبل القادة من شمال العراق تستقبلهم كقادة رؤساء وزراء وما إلى ذلك اليوم تخشى تركيا أن يكون هناك كيانا يعني يؤثر ربما على أكراد تركيا بشكل مباشر لأننا نتحدث عن تنظيمان امتدادهما لبعضهما البعض يعني موجود هناك علاقة مباشرة بين حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية الرئيس الروحي لحزب العمال الكردستاني الموجود في السجن عبدالله أجلان هو من يعني الصاغة أو يعني نظريته هي أساس الدستور الموجود هناك في رجوة فبناء على ذلك تركيا تدرك تماما أن تلعب بالنار اليوم نعم ولكنها إذا لم تلعب بالنار اليوم ستلحق بها النار في الغد وهذا الموضوع ما يخشه الأتراك ليس فقط الحكومة المعارضة أيضا تدعم الحكومة في هذا السياق يعني نعرف أن هناك تجازبات سياسية كبيرة في تركيا ولكن في هذه النقطة تحديدا هناك دعم البرلمان بالأجمع لحكومة العدالة والتنمية وأعتقد بأنها تدرك تماما أن النار ستلحق بها إذا لم تأخذ المبادرة وتطفئها في هذا الوقت سيد ريتشارد شاسدي بانتظار إطفاء هذه النار إن كان بالإمكان إطفاؤها ما مصير الوجود الأمريكي في هذه المنطقة؟ مناطق النفوذ الأمريكي من خلال الحلفاء في هذه المنطقة؟ تماما مصيرها في حال تطورت الأمور ونفذ الرئيس أردوغان هذه العبلية البرية التي وعد بها بطبيعة الحال في الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك هجمات ساروخية نحو ثلاث هجمات ساروخية على قاعدة الشداد وهي تابعة للتحالف الدولي وكان هناك اتهام لميليشيات إيرانية بأنها تقف وراء هذه الهجمات والأمريكيون لهم وجود في هذه المنطقة نعم والذي يجب أن ينتبه إليه الأمريكيون هو أن تكون هناك سياسة متناغمة حول وجودهم في سوريا ما هي أهداف هذا الوجود وأن يعملوا عن كثب من أجل أن يوجدوا بدائل عن استراتيجية التي جعلتهم يكونون في سوريا ومن سيستفيد ومن سيتضرر واعتقدوا أن على إدارة بايدن أن تفكر في هذا الأمر وتواجه هذا التحدي فالأمريكيون في المنطقة بطبيعة الحال يعملون مع السعودية وإسرائيل ودول سونية أخرى في المنطقة سيتعين عليها أن ترى ما الذي يمكن فعله مع القيادة الإيرانية إبراهيم رئيسي يعني للأسف سيد ريتشارد شاسدي سيكون أعذرني على المقاطعة سيكون لنا لقاءات أخرى انتهى وقت اللقاء شكرا على المداخلة أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن ريتشارد شاسدي وأشكر أيضا ضيفين من أسطنبول البحث في العلاقات الدولية هشام جوناي على المداخلة معنا شكرا